لو حبيت تدور في تطورات الأحداث في مصر من ساعة ما تدببات حصرة القصر وركبة الكرسي وقفة شيت فيه بغيرة هتلاقي السبعين سنة اللي فاتوا دول بيتقسموا غالبا باسم الزعيم عصر عبد الناصر عصر السادات وهكذا من سبعين سنة وإحنا بلد الرجل الواحد صاحب الرأي الواحد والمسروع الواحد وده لأن كل حاجة بتحصل في فخر ديكتاتوريات الأرض لابد وحتما تكون مرتبطة بأفكار الزعيم الأوحد اللي بيجر البلد وراء بكل مؤسساتها ومشاريعها وشنباتها كل زعيم كان لود مغ مختلف عن اللي قبله اشتراكية انفتاح تشكة ففهمناها سليمان لكن فيه تارجة واحد ثابت على طول الخط السيطرة المطلقة أو الاستبداد الزعيم مالك الهزايم أو برينس الحرب والسلام بتاع سكواش أو بيركب عجل كله لازم يمسك البلد مسجد أندر تيكر كده عشان محدش يفلفص من تحديده وعشان يتحقق المراد كل واحد منهم استخدم طريقته منح ببلاش للجماهير عشان يسيبوه يستبد براحته وهما بيسقفوله كمان فزع أو اتنين عشان يلاقي بند قانون ينفشخ الناس به من غير غضب شعبي أو لعب غير مباشر في الروتين اليومي بتاع الناس عشان يعرفوا حجمهم كويس من غير منهدى ووصل الحال لاستغلال تخطيط المدن والميادين عشان الناس تشرب لاستبداد بالمعلقة ازاي ناس لبسة عمت عبد الناصر وبقوا عبيد باختيارهم وازاي بلعوا لسانهم مع مبارك والسادات ومشي جوه الحيط عشان ما يتفشخوش بالقانون وازاي تخطيط المدن ممكن يشرب الناس العبودية وهم مش واخدين بالهم هيا بنا نشوف خلال السبعين سنة العجاف دول ومن كل زعيم للتاني اتغيرت شوية شكليات الرعاية الاجتماعية التعليم العلاقات الدولية لا صوتة يعلو فوق صوت المعركة لا صوتة خالص عشان السلام الدافي يعد على خير وكذا بس سكة الاستبداد مكملة معانا عادي مهما تغيرت كل حاجة تانية حتى لو تغيرت الطريقة الاستبداد فلسفة عامة بتكتب في اول خطة الزعيم وبعدها تيجي اي رفايع تانية بقى عبد الناصر مثلا سرق الاراضي من صحابها وراح موزعها عالناس محبة كده بالتالي يفشخ براحته بعد كده ومش بس الاراضي اي حد عنده املاك او تعب وشقي وعمل مصنع ولا شركة كبيرة تتاخد منه غصب واتدار كده ونكسب بيها رضا الجماهير العريضة عبد الناصر كان لعيب اوي في المؤامرات والحروب اللي جوه لدرجة انه قدر يقلب الناس على محمد نجيب برغم شعبيته الكبيرة تخيل انه بقى لعيبه اللولبية قدر يخلي الناس تنزل مظاهرات تهتف وتقول تسقط الديمقراطية تسقط الحرية ويسقط المتعلمين يعني بتهيلي مفيش مظاهرة اغرب من دي في التاريخ كله وعيد تعيين اللواء نجيب لكن طلبه بالديمقراطية رفض بسهولة اثر انطلاق تظاهرات مناهضة للديمقراطية بعد بضعطي اياه المزارة هنقنط الله بالسياسة بالسياسة بس جيمي خلص اوبشن العبودية المختاردة لان اللي بعده ملقوش حد يعني يحجزه على فلوسه واراضيه بعد كده عشان يفرقوها على خلق الله فلققوا للفزعات الامنية بقى عشان يبرروا اي قمع وافترك قانون طوارق شوية الفتنة الطائفية شوية مكافحة الارهاب شويتين تلاتة وجنب التلاعب بالقوانين والمسميات والاعلام استغلوا كمان تخطيط المدن وتوزيع السكان ازاي بقى مفيش ولا واحد فيهم سمع كلام الخبرة ووزع التنمية بالعدل بين الاقاليم والمحافظات عشان اكبر عدد ممكن من البناء ادمين يبقوا تحت عنين الحاكم بامره في القاهرة الكبرى يعني المركزية في ازهى صورها ومهما اعداد الناس اضعفت تلاقيهم بيروحوا لمسكنات وحلول جزائية ما بتنهيش الازمة ابدا من جدورها كباري في كل حتة لازم تزبيط حركة المرور شوية حتى لو المنظر العام للعاصمة هيتشوه ويبقى شبه طبق كنافة مش مهم؟ وييجي بيزنس العقارات ويبقى نمبر وان في نص التسعينات عشان تتزحم القاهرة اكتر واكتر وتتحول لمكعبات خرصانة شبه الزنزين وشوارع دايقة ما بتدخلاش الشمس الشعب لازم يعيش العبودية في روتين يوم ومن غير من يحس بدأ يعيش العبودية في بيته وشغله وحتى في الفاظه يتعاود مثلا يقول يا سعدت الباشا لا اي بدلة ميرش وحتى الامين الشرطة اللي من غير بدلة يتعاود كمان يحني ظهره كل يوم كم مرة كده وبمزاجه لان ده مبدأ اساسي في العبودية ما هو بالبلدي كده محدش هعرف يركب فوق ظهرك غير وانت لما اخذة موطي فتلاقي الميكروباص اللي بتركبه وانت موطي موجود في كل حتة وشغال اكتر بكتير من الترامة اللي بتركبه وانت فارد ظهرك اي نعم هي مجرد مواصلة ما بتدكش المعنى بشكل مباشر يعني لكنها بتزرع جواك انك شخص ظهره محني مش مصدقني وحاس انها مبالغة مش كده؟ طيب تقدر تقول لي فين الدولة المحترمة في العالم كله اللي بتصور الرصيف وتقسم الشارع بالحديد من غير ما تعمل للناس انفاء او كباري مشاء قريبا من بعض فين بلد محترمة بتجبر الناس تنزل على ركابها وتحني ظهرها عشان تعدي بين ثغرات القطبان الحديد او تخلي رجالة محترمين ينطوا من فوق الصور الحديد زي القرود عشان يلحقوا مصالحهم هل كل ده صدفة مش مقصود؟ طيب هنركن كل ده على جنب ونبص على ميدان واحد بس عشان تشوف فيه بكل وضوح اساليب شيطانية بتزرع العبودية في اللاوعي بتاع الناس كل يوم هنتكلم عن ميدان رمسيس غمض عينا كده وفتيكر اخر مرة رحت فيها هناك وطيت كم مرة عشان تعدي الشارع وعشان تركب مواصلة كم مرة وقفت موطي راسك وصوتك ومكسور الجناح قدام زابط هناك وهو بيهتك عرض خصوصياتك وبيفتش موبايلك خلال التلاتين سنة اللي فاته ميدان رمسيس كذا مرة يتلعب فيه ويتشقل بحاله تحت يفطة التطوير وتكون النتيجة في الاخر ان الاسوار الحديد بتتغير والبلاط بيتبدل ويتقسم لمسلسات ومستطيلات اكتر بالحديد الجديد اللي بيخليها شبه يقفاص الفراخ كده يشيلوا البيعين اللي فرشين على الرصيف عشان زحمين الدنيا ويصادروا بضاعتهم كمان وبعدين يعرضوا نفس البضاعة بتاعت الناس دي فيكشاك القوات المسلحة في نفس الميدان بأسعار مخفضة شوية عشان تترسم اكتر علاقة العبد بالسيد اللي بيحن على الغلابة وبيراعي ظروفهم مع انه سرقهم اصلا ومش بس كده ده وسط الميدان اللي اصلا بيشتك من الزحمة المفرطة دي عادي جدا تلاقي الخيمة الكبيرة بتاعت كلنا واحد وعليها صورة الزعيمة بولبلح عشان ما تنساش ابدا سيدك وتاج رأسك اللي ايده فرطة ده تطوير وراء تطوير والمشكلة ما بتتحلش عربيات وقفة في الاتجاهين وعملة فوضى رهيبة وتدافع الناس اللي جايين من صبرة والعتبة واللي جايين من الجلاء وشرع رمسيس كتل بشرية ولا يوم الحشر اغلبها مجبر يمشي في عرض الطريق لان مفيش تطوير عمل حساب البني ادم ده يعني ده في محطة القطر الرئيسية في مصر ومحطة المترو التبادلية للخط الاول والتاني غير ميكروبصات مستخبية هنا وهنا وبتنادي غالبا اسكندرية اسكندرية غير التكاسي اللي عاوزة تصطاد حد جاي من المحطة وشكله غشيم عشان تدفعه اجرى محترمة حط جنب كل ده بقى الميكروبصات اللي ممكن تاخدك لحتك كتير جوا القاهرة نفسها كوكتيل مواصلات متركز في مدان واحد بالشكل ده ومفيش مكان آمن للمشاه المواطن لازم يتنطط زي البطريق كده من مواصلة للتانية وسط الشارع ويتحول لقرد عشان يعدي الحواجز الحديد الكتير جدا اللي كل المطورين اهتموا بيها جدا تخيل انه مرة من المرات التطوير اللي بيقولوا عليها دي في التسعينات وقفوا اثنين عساكر بحبل عند رصيف مسجد الفتح واثنين زيهم من ناحية تاني من الشارع عشان يحوشوا قطيع البشر بالحبل والاشارة مقفولة وينزلوا الحبل عشان البنيئة مين دول يعدوا من الاشارة اللي ما تفتح عاوزك هنا تاخد بالك ان نفس الناس دي سفرت واشتغلت في الخليج او هاجرت اوروبا والتأزموا باشارات المرور ومشوا عن رصيف من غير حبال والعساكر عشان بس محدش يضحك عليك ويقولك ان الشعب هو اللي فوضوي وغوي مخالفة القوانين وبيحب يعيش ارد ميدان رمسيس كان منتزه من بداية القرن التسعتاشر لحد السبعينات يعني بتاع مية وسبعين سنة كده كان ميدان محترم كده منظر ويشرح القلب والسياح كانوا بتصوروا عنده صور تسكرية كمان لو صدفتك صور للميدان زمان اكيد هتاخد بالك ان القزارة والفوضى اللي محاصرينه دلوقتي ما تولدوش معاه لا كان ميدان وفيه محطة مصر وكل حاجة بس كان منظم وفيه مساحات خضرة وورد ونفورة واماكن للمشاة كمان والناس كانت بتروح وتيجي في مدان رمسيس من غير ما يتبهدله ويلعبوا اكروبات انما دلوقتي الوضع تغير خالص زم امير عربيات عمال على بطال صفافير عساكر جابت اخرها من الزحمة والعوادم اللي بيشمها طول اليوم والناس بتجري في كل اتجاه وعلى وشها هزيمة معلنة من مقاسي الحياة ومرمط الميدان قبل مدان رمسيس ما يبقى اسمه كده كان موجود فيه تمثال نهضة مصر اللي اتدفع التكلفته بالاكتتاب العام يعني الشعب هو اللي دفع تمنه وشال السطار من عليه ساعد باشا زغلول زعيم الام بس سنة 56 اتنقل تمثال نهضة مصر من الميدان لحديقة الحيوان وتحط مكانه تمثال رمسيس التاني يعني اتشال تمثال مصر اللي الشعب دفع تكلفته وحل محله تمثال الحاكم العسكري القائد الاله اللي رأبتك تتعبك لو رفعتها مرة عشان تجيب اخره لكن حتى بعد ما تغير التمثال وتغير معاه الاسم تقدر تشوف الصورة القديمة ان محطة مصر مفتوحة على الميدان وقدامها يعني فضل ميدان واسع من غير صور ولا يحزنون زي وزي اي مرفق بيخدم الناس في اي حتة في الكوكب كوبري اكتوبر كان اول المقاسي اللي خنقت انفاس الميدان مطلع ومنزل اتعاملوا للكوبري وترسم بمطلع كوبري حدود جديدة جوه الميدان وعليها محطة السكة الحديد حجزت لها حتة هي كمان من الميدان اللي ملهوز صاحب ده وطبعا بصور حديد ومسجد الفتح حجز حتة من ناحية التانية حرم خاص يعني بصور حديد برضه مهما جاتش على المسجد وكده المساحة الفاضية دي اتقسمت قفاص زي ما قولنا ومحدش عارف ايه لازمت لقفاص الحديد دي لحد النهاردة وسبحان الله كل تطوير بيبصم بالعشر عالسيستم ده وبيلون لقفاصل غير مبررة دي ويستنوا يحصل تغيير المسؤول الحكومي عندنا هو اللي بيسافر الدنيا كلها وما بيستفدش اي حاجة بيشوف خمسمائة مدينة وخمس تلاف ميدان زي ما بيقول الكتاب بس ما بيستفدش بربع جنيه من كل اللي بيشوفه ده يا راجل ده اي طالب في كلية هندسة درس طرق وتخطيط مدن يقدر يشوف الصور القديمة ويشاور لك على المشكلة ويديك حلول جزرية ده لو انت عاوز تحل يعني بس مش كامية هي الاسوار الحديد دي تتشال وتبعتوها جننت الحيوانات عشان يستخدموها كقطع غيار لعنبر الأرود الميدان يرجع مساحة فضية كبيرة واحدة شرحة وبرحة كده من جدار محطة مصر لحد جدار اول عمارة في الفجالة وقرأتوا شوفوا لكم حل في طالعة اكتوبر دي يعني ربنا يوسعها عليكم ومعليش لو هنفاجئكم بالمعلومة دي لكن والله العظيم ما في تطويرها يحصل من غير ما تتوسع محطة الأطر في اتجاه الشمال وتتلم موصلات النقل البري كلها في دورين تلاتة تحت المبنى الجديدة وقبل ده كله يتحط في الاعتبار ان البلد دي بيسكنها بني أدمين والله العظيم بني أدمين اخوانا بيدخلوا المحطة على رجليهم ما بيعرفوش يطيرهم السماء فلو ما فيهاش ازعاج لحضراتكو يعني ممكن تعمله أماكن للمشاة يعني أماكن تقدر توصل الناس من ناحية للتانية من غير تنطيت وقلت إيمة نهايته ازلال الشعب ممكن ما يكونش بس برمي رأيه في الزبالة واعتباره آخر من يعلم ولا حتى بصنع قوانين تخليه ماشي جوه الحيطة وماشي يتلفت حواليه ازلال الشعب مش بس بصلاحيات قمعية تخلي أمين الشرطة يديك على أفاك ويجيب سيرة أعضاء الست الوالدة جنب كل الأساليب المباشرة دي فيه أساليب تانية من تحت لتحت أساليب تعرفك إنك متداس عليك مالكش إيمة وما تقدرش تنزل من بيتكو وترجع له تاني وانت راسك فوق لا حبيبي هنخليك توطي عشان تركب مواصلة وتتنطط عشان تعدي صور وتدعك وسط زحمة مش حابين نحلها عشان تفهم إن مالكش حق حتى في مساحة شخصية حواليك الاستبداد بيتفرض وكمان بيتعلم بس عندنا أمل يتشال ميدان رمسيس من قايمة معاهد تدريش العبودية ويجي يوم وانلاقيه رجع تاني ميدان محترم كده تخشه بني آدم وتطلع منه بني آدم ونشوفكو على خير إن شاء الله